يبدو بأن السباق المحموم نحو الكريمرين قد شارف على نهايته بعد أن فتحت صناديق الاقتراع أبوابها لأكثر من مائة مليون ناخب الروسية الانتخابات التي يخوض غمارها ثمانية مرشحين يتصدرهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين والأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة يأتي ذلك في ظل واقع داخلي وخارجي تواجه فيه موسكو تحديات جسام فداخليا تصدر حديث الاقتصاد وكذلك هاجس دول الاتحاد السوفيتي سابقا فأزمة أوكرانيا لازالت تلوح بالأفق نهيك عن التحديات الخارجية والمتمثلة بخلافات دبلوماسية حاد مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لتكون الأزمة الدبلوماسية مع لندن آخرها بالإضافة إلى ملفات ساخنة كدورها في الشرق الأوسط وتواجدها في شرق أوروبا فيما يرى مراقبون بأن روسيا الحالمة بأدوار فيما وراء البحار تنتخب رئيسها يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع بنسبة 70% أشبه محصومة لولاية رئاسية رابعة لبوتين تبقي حتى عام 2024 بعد حوالي ربع قرن على تعيينه من الرئيس بوريس يلتس تشعل الانتخابات هنا حرب الرهانات يراهن بوتين على نسبة إقبال شعبية عالية فذلك يعني شرعية للنتائج ورئيسا مسلحا بأصوات الناخبين يبدو بوتين ذاك المرشح مطمئنا فأغلب المؤشرات تؤكد أنه لن يغادر الكريملين لكن الأكيد أن بوتين الرئيس يخطو آخر خطواته في مسيرته السياسية بعد أن غير وجه روسيا داخليا وخارجيا وأعادها للواجهة بعد تراجع دورها الريادية لعقود عدة